من خلال النشاط رقم ثلاثة ألف فكر ولاحظ ثم أجب عن الأسئلة واحد أقول الصدقة اثنين أزرع الخير ثلاثة اجتهد في دراستك أربعة لا تترك واجبك ما نوع الجمل في الأمثلة السابقة؟ جمل جميع هذه الجمل يا طلابي تبدأ بأفعال تبدأ بأفعال إذن هي جمل فعلية جمل فعلية هل هناك فاعل ظاهر في هذه الجمل؟ هل هناك فاعل تراه بعينك وتنطقه؟ في هذه الجمل لا يوجد أقول الصدقة أزرع الخير اجتهد في دراستك لا تترك واجبك جميعها لا يوجد بها لا يوجد فاعل ظاهر إذن الفاعل في هذه الجمل أهو ظاهر أم مستتر؟ وقلنا قبل ذلك بأن المستتر هو المختفي الذي يفهم من الكلام ولا ينطق إذن الفاعل في هذه الجمل هو مستتر الفاعل المستتر فيه أقول الصدقة أقول الصدقة أزرع الخير من يزرع الخير؟ هو أنا تقديره ضمير مناسب لهذه الجملة أو مناسب للفعل من الذي يقول الصدق؟ هو أنا ومن الذي يزرع؟ أيضا هو أنا إذن الضمير المناسب لهذه الأفعال هو أنا تاليا الفعل الفاعل المستتر فيه اجتهد وتترك تقديره ننظر إلى الجملة اجتهد في دراستك من الذي سيجتهد؟ أهو أنا أم أنت؟ أحسنتم هو أنت لا تترك أنا أم هو أم أنت؟ أحسنتم لا تترك أنت إذن الضمير المناسب المستتر في هذين الفعلين هو أنت إذن الفاعل المستتر المختبئ الذي فهمناه من السياق يكون ضميرا مقدرا أمسما أمسما موصولا مقدرا نعم هو كل هذه الأفعال أو كل هذه الفواعل التي تحدثنا عنها أنا وأنت هي ضمائر ملها مقدرا أحسنتم إذن ضميرا مقدرا إذن الفاعل المستتر إذن الفاعل المستتر يكون ضميرا مقدرا نستنتج إذن مما قلناه الآن أن الفاعل إذا لم يظهر في الجملة يكون ضميرا مستترا مقدرا مرة أخرى الفاعل إذا لم يظهر في الجملة يكون ضميرا مستترا مقدرا أي يفهم من الكلام ننتقل الآن يا أحبائي إلى نشاط ثلاثة باء وفيه اختر التقدير الصحيح للضمير المستتر مما بين القوسين وهنا سأترك لكم الوقت قليلا حتى تفكروا اشتركوا في القناة يا طلاب دعونا نسمع الإجابة واحد نصنع المجد بأيدينا نصنع المجد بأيدينا نقدر هنا الفاعل وهو يجب أن يكون ضميرا إذن نصنع المجد بأيدينا نصنع أنا وحدي أم نصنع نحن أم نصنع هي أحسنتم نصنع نحن المجد بأيدينا اثنين لا تنهر سائلا ولا تحرم محتاجا لا تنهر سائلا ولا تحرم محتاجا من الذي سينهر أو لا يحترم؟ أهو أنت أم نحن أم أنتم؟ لا تنهر أحسنتم أنتا ثلاثة العلم يرفع من شأن صاحبه العلم يرفع من شأن صاحبه أين هو الفاعل؟ أحسنتم هذه جملة إسمية ولكن الفعل أتى بعد المبتدأ الفعل يرفع أين فاعله؟ هل يمكن أن نقول أن الفاعل هو الاسم المتقدم عن الفعل؟ أو على الفعل؟ لا يمكن لقد قلنا الآن بأنه مبتدأ ولا يمكن أن نعرف الجملة إعرابي إذن الفاعل هنا يجب أن يأتي بعد الفعل وفي هذه الجملة هو ضمير مستتر ولكن أي هذه الضمائر هو؟ أنا أم هو أم هي؟ أسمع منكم من يقول أحسنتم يرفع هو العلم يرفع هو أربعة أطيع والدي أطيع والدي من الذي يطيع؟ نعم هو أنا إذن أطيع أنا هذا تقدير الضمير خمسة الطبيبة عالجت المرضى الطبيبة عالجت المرضى الطبيبة التي عالجت أم مناسب مع فعلها؟ أنا أم نحن أم هي؟ أحسنتم الطبيبة مبتدأ ولا يمكن أن نقول عنه فاعلا عالجت هي المرضى أحسنتم أيها الأبطال تقدر تتابع كل دروسك على تطبيق مدرستنا بلس مدرستنا المستقبل يبدأ الآن ترجمة نانسي قنقر